السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل معرفة طريقة التخلص من حدبة العنق أغلب الشباب والمراهقين يعانون من دوخة وتعب وتوتر شديد في العمل وتقوس في الظهر وعياء شديد وتقل في الكتفين كذلك قلة النوم والأرق ومن أسبابها كثيرة ومن أهم الأعراض الألم تكون بالضبط في الفقرات السبعة الأولى لفقرة العنق وهي الفقرة الأولى وهي فقرة أطلس وتحته أكسز ومن أسبابها العمل الكثير أمام المحمول حمل حقائب تقيلة من كتف واحد استقاد متعب ومتوتر كذلك الجلوس غير سليم ويسبب ذلك تقوص قلة النظر والثقل العنق على الجسم ولا تفعل أي حركات لقد تسبب ألم الظهر والضغط على الفقرات فالح للرجوع إلى التقويم السليم للعمود الفقري أولاً عليكم التخلي على الهاتف ومواقع التواصل لأن كل من حنى الرأس زادت تقل كذلك هناك هذا الجهاز صنعته يدوياً لتخفيف الضغط على هذه الفقرة الأولى أطلس ستجدون أن العضلات أصبحت طويلة فهذه هي طريقة استطالة العنق ظهور لوحة الكثير إذا لم تظهر فهناك يكون قصر في الطول فالقصر في الطول يكون سببه العنق لانحناء العنق فتبقى مدة قليلة ربع ساعة إلى عشرون دقيقة فقط حتى نتمكن من استطالة أعصاب والعضلات لتأخذ وضعية السليمة فهي العضلات القصيرة قوية جداً فلم تستطع الرجوع إلى الطول الأصلي لها ويرجع سببه بالنسبة لهذه الحالة بسبب التواء عضلي بعد الولادة مباشرة فتسبب إلى وزاج فقرة الأولى من العمد الفقاري ويفضل استعمالها والرجلين مفترقين كذلك الأدنين انظروا يجب أن يكون مسافة بين الأدنين متساوية وليست متفاوتة هنا نعرف أن العنق أخذ الوضعية السليمة نقوم باستنساق الهواء شهيق وزفير هذه الفقرة تساعد كثيراً في تحسين وضعية العنق كذلك هذه الآلة إنها جميلة جداً وسادها هوائية تنتفق وتعيد تقويم العنق وتخفف الضحق والأعصاب والأوطار من العنق أحسن من هذه منطونية أو السخفوكالجية أو كولية فعادة غير مريح ويسبب التهاب الجيل بالنسبة للذين يعملون بمدة طويلة فأحسن هذا الجهاز الرائع فهو تقويم الضهر بشكل فوري وسريح هو للحياة اليومية للكتابة والرياضة أما بالنسبة للألم النازل أسفل الضهر فهذا الجهاز رائع يساعد على تقلص تقوص الضهر كذلك نص دائرة أو دائرة يمكن التخلص من ألم أسفل الضهر بوسادة مريحة من السيليكون في وضعية الكورسي أو الضيادة في علو المحمول بوسادة كذلك تساعد على وضع الكتب والرؤية الوضحة حتى في وضعية النوم وهذا الحبل المتين وهو حبل رياضي سميك دو جودة عالية نستعمله في عدة حركات سندخلها فيما بعد المهم أنه هو يساعد على استطالة العدالات وتقوية عدالات العنق والظهر والكتفين فيجب أن يكون الحبل مطاطا وقاويا ومن الأفضل أن لا يكون من السيليكون من الأفضل هذه طريقة استعماله أنظر عدالات الضهر القوية وحركات تساعد على تقوية العنق لا تنسوا لايك وكذلك اشتراك وتفعيل الزرس ليصلكم الجديد حركات نوم على الزهر ورفع اليدين نحو الأعلى تكون يساعد وسط الزهر وسط الزهر وليس أسفل العنق وليس أسفل الزر كذلك ممكن أن نضعها على شكل طولي وندير الكتفين بهذا الشكل نحو الأعلى ولكن يجب أن يكون المرفقين في الزاوية قائمة فأنصح بهذه الحركة لأنها جيدة جدا تقوم بالتخلص من حذبة العنق وتقوية الزهر ما عليك فقط إلى أن تقوم بهذه الحركات البسيطة والمفيدة لصحة الإنسان كذلك كلما قمت بوضع الأسابع نحو الأرض فهذا جيد حركة أخرى تحتاج فقط إلى طاولة واسترخاء نحو الأسفل فقط استرخاء مدة طاولة حتى تعود الفرقارات إلى موادعها الأصلية شريط سيليكون شريط رياضي رائع جدا نقوم بالدفع نحو نحو إلى الخلف لتقوية العنق كذلك كورسي جيبه عجلات دائرية ندفعه قليلا لاستطالة الظهر والكاتفين عصا أي نوع من عصا سواء حديدية أو من خشب نقوم بهذه الحركات برجع المرفق إلى الوراء وحركات دائرية للكاتف إذا كان عندك هناك كورة هوائية كبيرة من أفضل أن تكونها كبيرة ومنتفخة جيدا وهي مناسبة جدا لعدة حركات كثيرة كثيرة جدا هناك أحجام متنوعة ونفضله ونفضله حجم ستون سنتيمتر في القطر هناك تمانون ومن أفضل ستون ها هي الحركات تكررها عدة مرات بالنسبة لهذه الحركات فهي آمنة جدا ممكن العمل عليها يوميا حتى تستعد لياقة الجسم وقوة العضلات وتقويم العق وإلى اللقاء وشكرا على المساهدة